الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاطرة حول الكفر بالطاوت والإيمان بالله أساس الدين أساس الدين وأساس دعوة الرسل الصعبة على البشر أساسية وصعبة على البشر أكثرهم وهي سهلة لكن تحتاج إلى صدق هو نصف لا إله إلا الله النصف الأول أصعب شيء في دعوة الرسل اللي هو لا إله إلا الله سهل يقول لك الله قادر الله عظيم الله المحي الله المميت الله المعطي الله المانع الله الخافض الله الرافع الله المعز الله المذل الله الشافي الله هو كل شيء هذا سهل هذا سهل ولا يكفي بل الله بل الله ما ذكر هكذا تقول يعني لا يفعل لا يضر لا ينفع غير الله يقينياً يعني من الداخل ما ينفع فالذلك لا تتعلق به ما يضر لا تتعلق به ولا تهتم ولا تخاف ولا ترجو هذه التبع فهذا النصف ما هو تنفي عنه هذه الأفعال بل تكفر به فمن يكفر بالضغوط ويؤمن بالله هو ليس الشيء الآخر الذي في الخارج تكفر به لا هنا لا يطغى حبك وتعظيمك وتعلقك فيه لا يطغى على الله تكفر يعني مثلاً يقول واحد هذا ملحد كافر يقول الله غير موجود أن تقولها لغير الله هكذا تكون تكفرت بغير الله كفرت وجوده وعدمه سواء الآصل نضرب مثال مثلاً في الزمن هذا مثال من الواقع اللي احنا فيه مثلاً طائرة طائرة يعني بالريموت كنترول صغيرة هكذا تتجول تبع الأطفال مثلاً أنا أخذت الريموت أو أحد ما أخذ الريموت ويريد يبزح معي وأرسل الطائرة وأنا أتكلم مع شخص هكذا أتكلم ثم أرسل الطائرة وهو مختفي تحت الطاولة أو في أمكان ما هو مختفي وأرسل الطائرة تطير في الجو وجاءت هكذا وجاءت هكذا هكذا هذا شيء ليس طائرة لكن لنفر نظر أنها طائرة وجاءت وضربت هنا فأنا أول ما أفق ما هذا فأنظر أراها يعني لا أقول هي جاءت صدمتني وضربتني أنظر إليها وأبحث أين 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 الذي أرسلها عليها لماذا أبحث هي اللي ضربتني لكن أعرف أن هذه فيه الريموت كنترول عند أحد ما يحركها من هناك وهو وجه عمدا إلي إذن أنا أتكلم معه وأتحاسم معه وأتخاصم مع ذاك أترك هذه أهملها أخذها وأضعها في الأرض وأذهب لذاك أنت السبب أنت كن هكذا الشافي الله الوسيلة سبب دكتور مستشفى المعطي الله الوسيلة العمل صديق هدية هذا هو الوسيلة لا تؤمن به أكفر به كما فعلت أنا مع الطائرة التي بالريموت كفرت بها لا تضر ولا تنفع ولا تفعل أي شيء الذي حركها هو الأساس أضعها هنا حتى لو الدم يسيل أضعها وأبحث عن من أرسلها عليه عن من هو ضربني يقول لك أنا بعيد لست بقربك أنت الذي هكذا مثال مثال هذا مثال يقرب الشيء الصعب يصير تسلم إن فهمت وإن أدركت وهذا التسليم ليس سهل لابد تقول لا يولي عدم هذه الطائرة هي عدم الأساس من حرك كذلك الأسباب عدم لا تعطي ولا تمنع لكن هذه ضربة هنا ممكن طائرة الآن سوى طائرات ممكن هذه الطائرة يرسلها لي صديق الطائرات درون وفي صندوق لها تحت تحمل الأشياء وتضعها عند طعام الآن بيتزا يفعلون هكذا بورقر ولا أي شيء فمثلا واحد صديق أرسل فيها مالا وضع قلت له أرسل لي مال قال طيب أنا عندي طائرة درون وأنا أعرف بيتك أضع الموقع ويأتيك بدل ما تتعب تأتي أو أنا أذهب إليك أرسل لك الطائرة إذا وصلت عندك ووقعت خذ المال في الصندوق أخذ المال وأعرف أن هذه لا تفهم أقول لها شكرا أقبلها عدم محركها صديقي الذي أعطى صديقي لو أرسل دواء وقال هذا الدواء جيد أأخذ الدواء وقول شكرا شفيت أنت السبب ليس هذا هذا عدم هذا لا شيء هناك محرك محرك لكل متحرك أنت مؤمن بهذا في الأمور المادية مؤمن بهذا المؤمن المؤمن يؤمن بهذا في الأمور غير المادية في الناس عدم محركهم الله الشافي الله لكنه يشفي بالناس عن طريق الدكتور عن طريق صحيح؟ المعطي الله لكن يعطي بالأسباب محجوب بالأسباب غير محجوب بالأسباب المميد الله لكن بالأسباب المحي الله لكن بالأسباب يتزوجون ويأتون وتكاثرون لكن الإنسان غير المؤمن يقول أنا فعلت أنا جئت الولد أنا جئت الطعام أنا أتيت هذا قوي هذا ضعيف هذا معطي هذا مانع هذا معز هذا مذل حتى المسلم الآن اندمج في هذا لا إله النصف الأول مضروب كأن الكلمة الطيبة الله 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 إذا أمنت بالله وأمنت بغيره وكلك لغيره وهذا حالنا الآن موكلين لغيره لماذا؟ لأننا نقول أنت عظيم وهذا عظيم لا نقول باللسان الأسباب عظيم إلا الله الأسباب الله عظيم لا نقول لا إله إلا الله لكن في الداخل هذا عظيم وهو عظيم لا إله يعني ما يألهه القلب لسبب ما يأله قلب الأسباب لأن فيها نفع وضر وعز وذل وخوف ورجاء كله تعلق بغير الله تعلقنا بالزوج أو الزوجة لأن عنده المال وبدونه كيف نعيش تعلقنا بالشغل بدونه كيف هذا ليس منعا أن نسلك الأسباب نسلك الأسباب ولا نجعلها أرباب نسلك في الأسباب ونجعلها ونجعلها كما الله ذكر لنا سخر لكم فرق بين المسخر والرب تجعل السبب ربا هذا خطير هذا ضرب نصف لا إله إلا الله والنصف الآخر يتبرأ من أشرك معي غيري تركته وشركه تحط شريك هو الغني يقول لك لا روح خليك معه يا ربي أفعل به كذا واروح لغير الله الدعا غير مجاب إلا للمؤمن مؤمن بالله وكافر بغير الله لا ينفع تقول إيمان عقلي تقول الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير استفد من قدرته الله الشافي اذهب للسبب على أنه ليس شافي فيأتيك الشفاء فورا ليس تعبث المصائب التي تتحوم حولنا لأن النصف الأول أنت تريد تصحيح له هذا كذا المشاكل تأتي علينا والنكد موجود فيديو رسالة المرض والنكد والطلاق والمصائب رسالة واحدة رسالة واحدة لكل هذا لا يغرك الذي يقولون رسالة المرض الفلاني كذا والمرض الفلاني هي رسالة كبرى تحتها رسائل لو مسكت الكبرى طارت الصورة كلها الله قال في القرآن ولنذيقنهم تذوق الشيء ليس تعكله تذوق هو يذيقك ربك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم هنا السبب هنا والرسالة هنا لعلهم يرجعون عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ما قبل عذاب برضو أدنى حتى يصل للعذاب الأكبر بعد الموت كل مالها تزيد لعلهم يرجعون ليس إلى العبادة بل للمعبود ثم العبادة ليس للأوامر بل للآمر ثم الأوامر ليس الانتهاء عن النواهي لا أولا الناهي اعرفه عظمه كبره ثم المناهي مشكلة حتى لو غلط هي أصلا الأوامر والنواهي معمولة لتصل إلى اسم من أسماء الله اسمه التواب تكون أنت تواب إذا وقعت في المناهي اذهب للتوب كن تواب تذهب للتواب يصير عندك الاسم مفتاح كل الأسماء اثنين اسمين إذا غير موجودة يضحكون عليك لن يقولك اسمه اللطيف كذا كذا تفعل كذا مرة ما يفعل شيء اسمين مفتاح الأسماء كلها التواب واحد لازم تكون تواب إذا وقعت في المناهي التواب قصرت في الأوامر التواب قصرت في العبادة التواب إن الله يحب التوابين يحب يعني يغفر داخل فيها يغفر كيف يغفر يحبك ولا يغفر لك إن الله يحب التوابين لأن اسم الله التواب هو التواب وأنت تواب الإسم الثاني المؤمن من أسماء الله المؤمن هو المؤمن وأن تكون مؤمن مثل عندك الاسمين بعد ذلك ترى العجب سهلة لكنها غير موجودة لا تظن هذا الكلام الآن شرحناه أنه خلاص وصلت إليها لا الإيمان لازم قلبك ينبض بحب وتعظيم ربك فقط إيش معنى فقط؟ يعني لا يحب ولا يعظم ولا ينبض بحبي أحد أما إذا عكست فيقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أبناؤك فلذت كبدك وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالنا اقترفتموها وتجارة تخشونك سادة ومساكنا ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا بعملك بعلمك حتى تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سماهم فاسقين مع عباداتهم وعلمهم حتى الله يريد قلبك ينبض بحبه وتعظيمه إذا نبض بحب غيره وتعظيمه فلا إله إلا الله مضروبة والعروة الوثقة مضروبة فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفسام لها العروة الوثقة مع ربك لا انفسام لك مع ربك الأساس فإذا نحن نرى في حياتنا واحد مثلا ضربني بعصى ثم رمى العصى لا أذهب إلى العصى هذا الكلب يفعلها تضربه بحجر يرجي لكورى الحجر ماذا يفعل؟ رمى العصى فأنا هو واقف موجود لا أذهب أنظر العصى وتكلم وكذا ولا تذهب إليه هو تعرف أنه ما في تحرك محرك إلا ما تحرك متحرك إلا بمحرك هكذا العالم ما يتحرك إلا بمحرك هو الله تحرك بالعطاء الله حركه وأنت مطلوب منك تؤمن بالغيب ليس بالمشاهدة هذه المشاهدة وسائل دمية كمثل الطائرة كمثل العصى هذه يعني خاطرة في الصميم وسهلة ولكن من يسنى الجهر هكذا صغيرة لكن من يملكها قليل الألماز قليل لكنه يغني عن ملء الغرفة بالمال وهو والفحم صنف متقارب الفحم تملى الغرفة لا يساوي شيء بسيط بالنسبة للألماز هذا جوهرة الدين جوهرة الدين النصف الأول من لا إله إلا الله جوهرة الدين من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا كله يؤمن بالله لكنه ما يكفر بالطاغوت صلاحة الكلمة لها ما تصليه تكفر بالطاغوت ما معنى الطاغوت طاغى حبك له وتعظيمك له أي شيء صنم شجر حجر نجم بس لا مثلا النجم يقولون أو الشجر أو الصنم يقولون أنه يعطي يمنع يرزق يحفظنا في السفر يفعل 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 الآن ما حددون هذا الكلام إذا كان في قلة موجود ممكن لكن الكثرة جعلت الأسباب أرباب أعطيها حجمها سير دكتور كبير مؤمن ما يصير مؤمن بالله وكافر بالطاغوت وهو من المخترعين الكبار ليس معنى ذلك يجلس في الصومعة أنا كفرت بالطاغوت وبتعدته ما في شيء اسمه طاغوت في الخارج وأنت تبتعد عنه هنا في القلب نفس الشيء موجود في واحد طغى حبه له وعظمه ويقول بالألفاظ الله قادر الله قادر وإنت بدونك أنه ما في نروح إذن هذا أيش عظمه ما كفر بالطاغوت فالطاغوت في الداخل طغيان الحب والتعظيم لغير الله باختصار يعني والخوف والرجاء والحب حلقة صغيرة فقدتها الأمة ومسكة العر والوثقة مضروبة الآن في عرى صغيرة ماسكة في الويس مع الصلاة الزكاة الصوم الحج لا نجد فيها روح لأن الروح لا إله إلا الله أول ركم هو الروح أول ركم لكنه ليس له حركات يعني الصلاة في حركات الصوم الحج الزكاة معروف وقفت على الطعام لكن لا إله إلا الله كل واحد يقول أنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لذلك في سابقون وأهل اليمين هل تستطيع تفرق ترى اثنين يصلوا الركعتين ثلاثة صلوا الركعتين واحد من السابقين نفسه خمسة دقائق عند الجميع واحد من أهل اليمين واحد إيش ويل للمصلين الذين هم عن صلاة يمساهم له الويل هؤلاء ثلاثة نفس الحركة عملوها عشان لا نقول كلنا سواء مو كلنا سواء لا الفرق في الداخل هذا عن صلاته ساهي ويل له وهذا الصلاة ما في تعظيم لغير الله إلا بسيط ويروح ويذهب وذاك ما في تعظيم لغير الله نهائي والثالث كفر بالطغوط تجده في غيبة عن العالم هذا كله وفي متعة وهو بالصلاة كذلك في الحياة يبيع ويشتري نفرين واحد يبيع ويشتري والله قال عنه ماذا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما يقول سبحان الله عدد واحد نتلاق ستمائة ألف ألف ما في هذا الكلام ذكر هنا ما في غفلة يعني هذا ليس غفل وهو يبيع ويشتري هذا مثال للصلاة ومثال للبيع والشراء عند الثلاثة الأقسام فالروح غير مرئية غير مرئية المرئي أشهد ظاهر فنقول نحن مسلمون ولماذا لا ننتصر وننهزم ولماذا لا يعني عداشر يدمرون ويفعلون ما يشاءون فينا لأن الغير مرئي هو المطلوب هو الأساس تكفر بغير الله لا تأخذ منه وتحارب تكفر بغير الله أعدوا لهم ما استطعت من قوة هذا مثال بس والرزق كمان مثال ما استطعت استطعت بهذا خلاص الباقي عليه ببدر ثلاثمية وسبعتاش معهم سيفين وفرسين وغلبوا ألف في معركة اليرمك يعني رعب عند الأعداء فهمين من نحن ونحن غفلنا من نحن امسك الصلاة والصوم وصدقة ودرج أين العر والوثقة ثقافة موجود ثقافة موجود دكتور دكتور لكن كفر بغير الله ما موجود فهذه جوهرة وهذه خاطرة على الماشي والظاهر طولناها كالعادة كنت أريد خمس دقائق الآن لا أدري كم وصلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته